اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه السورة هي اطول سورة نزلت جملة واحدة كل سورة قآن نزلت منجمة مجموعة ايات مجموعة ايات الا سورة الانعام نزلت جملة واحدة بكاملها ومعنها من الطوال ست الطوال ويوم نزولها النبي صلى الله عليه وسلم جالس حتى اصحابه يقول يعني امر عظيم حدث سورة نزلت يشيعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون الف ملك جاءوا معها يزفونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العقيدة التي تحدثها عمار بن عمان بل كما جاء في الاثر هي السورة التي ستتلى على اسماء اهل الجنة في الجنة اهل الجنة يسألون ما اعظم صوت سمعتم في الدنيا كلهم يحدث ما سمع واحد يقول عبد الباصط يقول نشاوي واحد يقول فيوز ما في كذب هناك الشهد يا اخواني يقول تعالى وعزتي والتلالي لو اسمعان لكم خير من ذلك فيقوم الحور الآن يتغني لبعض كلمات يعلمها لهن رب العباد فيأتيه الناس في الطرب أربعون عاما يسمع جمال صوت الحر العين وتنسجم مع الأغنك ثواني انسجامك مع غناء الحر العين أربعين عاما فإذا أفاقوا قال تعالى هل سمعتم خير من ذلك؟ قالوا لا رب فيقول عزتي وجلالي اسمعان لكم خير من ذلك فيقوم نبي الله داود فيتلو بعض مساميره وكم من أجمل الناس صوته نبي الله داود حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو موسى الأشعر يتلك القرآن قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود يقول نبي الله داود فيشدو بعض آيات الزبور فيتيه النسف الطرب سمين عاما فإذا أفاقوا قال تعالى هل سمعتم خير من ذلك؟ يقول لا رب فيقول عزتي وجلالي أسمعان لكم خير من ذلك فيأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيتلو على أسماع أهل الجنة سورة الرحمن فيتيه النسف الطرب مئة وستين عاما فإذا أفاقوا قال تعالى هل سمعتم خير من ذلك؟ قالوا لا فيقول عزتي وجلالي لا أسمعان لكم خير من ذلك فيتجل الرحمن على أهل الجنان فيتلو سورة الأنعام فيتيه الناس في الطرب إلى ما شاء الله لهم أن يتيه نحن أمام سورة من أخطر سورة وأن كل سورة العقيدة كل أدلة توحيد الله فيها ساقها الله عز وجل بأمره لنبيه قل 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 تلقين رب العباد يلقي لنبينا كل فأكثر سورة رادة فيها قل سورة الأنعام أنا بس أحببت أن أعطي سورة عامة على هذه السورة الآتة التي تليت جزء من هذه السورة والشيخ بصلى الله خير من بداهل خورة تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلموا ما جرحتم بالنهار إيه معنى توفاكم بالليل؟ ها؟ بنموت؟ نوم سمه وفاة النوم النوم أشبه ما يكون بالنوت الإنسان حياته بالروح ليس خبارك والمرء بالروح لا بالدسم الإنسان أنت قبل نفخ الروح ماذا كنت؟ كتلة لحم وعصره هل كان لها وجود؟ نفخة الروح جعلت منك إنسان لو سلبت منك الروح تبقى إنسان وتتحول لجيفة وصلت؟ المرء بالروح لا بالدسم الإنسان هذه الروح رب العباد أجرى عليها سننة ولا علم الإنسان بها كلنا نقر أننا لا نروح من منا يعرفها؟ من منا عنده علم بها؟ كل ما نعلم أنها موجودة لكن هل لنا علم بوصفها؟ بأحوالها؟ كيف نسمو من خلالها؟ معلومتنا صفر عن الروح يقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل يبقى معلومتنا في روح إيه؟ ملحوظة من جدا انظر في القرآن كله هل تجد للروح جمع؟ هل جمعة مرة واحدة الأرواح؟ ولا مرة؟ عندنا نسميها أرواح لكن عند الروح عند رب العبادة روح واحدة الروح واحدة ما سنها ولا جمعها أبدا أبدا ليه؟ الروح إبارة عن مخلوق خلق الله عز وجل وأخفى سره على كل خلقه ينفخ فيه في من شاء يجعلهم من أحيان ينفخ في النار تصبح جاد ينفخ في النور تصبح ملك ينفخ منها في الطين يصبح إنسان النفخة واحدة وكل الأرواح عندنا نسميها أرواح هي نفخة من هذه الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روح لكن ما فهم الكتاب لك أنا نفخ فيه من روح يعني إحنا جزء من رب العباد هذه مصيبة كبيرة وهذا جهل خاتل لما قلت على روحي لا يعطينا جزء من يجعله فينا سمونا سوت اللهوت شو قال له هذه الألعيب من لا خلاق لهم يا إخواني نسب الروح لنفسه تشريفا لها لما قلت طهر بيت يبقى هذا بيته اللي بعيش فيه يعني فيه لكنه نسب بيوته إليه تشريفا لهذه البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه فقد طهر بيت فليأ هنا تسمى إذا يأني يسر إنت نفسك تقول ثوبي مسجدي بلدي دولتي وممكن تعظل نفسك تقول بلدنا تجمع فقد تأتي بالفرد الجنة فلما قلت نفخت فيه من روحي أو روحنا فأرسلني إلى روحنا نسب الروح إليه تشريفا لهذه الروح لا لأن الإنسان جزء من الله طبعا الكلام ده لخبطوا فيه قال الكتاب لخبط كبير جدا قال لك المسيح نفخت فيه من روح إليه عسلتا يبقى هو ابن الله طبعا آدم نفخت فيه من روح إليه وكل واحد مننا فيه نفخ يبقى كوني أبناء الله لما ضيق عليهم قالوا خلاص نحن أبناء الله أحباء سلامات فرد الله عليهم قال بل أنتم بشر ممن حلق يبقى نحن وأرواحنا خلق يبقى الروح خلق ومش خلق خلق من خلق الله كيف نجعلها جزء من الله هذه مصيبة الشهد إخواني أن الله عز وجل بيّن في قرآنه ولا يعلم حق يترح غيره ولا يمكن أن نأخذ معلومة عن روح إلا من ولا يأتي الحق أصلا إلا من قال تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ لا يأتي من غيره كل ما عنده غيره ظنون والظن يغنى الحق قال تعالى إِنْ يَتَّبِعُونْ كُلِّ الْبَشَرِ إِلَّا الظَّنُ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُقْلِ مِنْ حَقِّ شَيْنَا إذن ندرك الحق على أصله لا أعلم إلا حق وجاءنا في الوحي يصف الله لنا مشهد في الروح إن الروح دي رغم وجودها فينا رب العباد يأذن بتوفيها كل ليلة أسر الله يسلمها ردة سلم لا يفقدنا الحياة وفي هذا يقول تعالى الله الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها تبدو معروفة بعدين قال والتي لم تمد في منامها والتي لم تمد أثناء نومها تلاقي الإنسان عمال يهابب وظالم وعاتي وجبروت وطغيان وكبرياء ولحظة الموتية تهجد راح فين أين ذهب أين قوتي النوم يخلنا أقوم إنسان إذا غالبك اتلاقي الإنسان اللي بهير ده تحول لجثة هامدة هو أقرب جثة هامدة لا حراك لا يدفع النفس الله يتوفى الأنفس حين موتها رحم الله على المطالب يقول أنس كنا جلوسا جماعة الصحابة نتساءل ما أشد شيء خلقه الله فمن فريقة إلا إنها الجبال وفريقة إلا إنها رياح قال فلما دخل أين طالب وجهنا هذا السؤال قال فكأنه كان بيننا جمع كل ما قلناه فقال خلق الله الأرض أول ما خلقها كانت مضطربة لا تستقر على حال وليس لإنسانها قرار وخلق أشد منها الجبال إلا رست الأرض وجعلتها رست والجبال إيه أوتاد رواسيا شامخات فخلق أشد من الجبال وخلق أشد من الجبال الحديد الحديد لم يلقف الأرض لكن نزل الأرض وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد به تقطع الجبال وخلق أشد من حديد النار تصهر حديد وأشد من نار الماء يطفئ النار وأشد من الماء السحاب يحمل الماء وأشد من السحاب الرياح تحمل السحب وأشد من الرياح ابن آدم يحبس الرياح بين جنبات وأشد من آدم النوم بيهده وأشد من النوم الهم يحرمه حتى النوم فأشد شيء خلقه الله الهم وضحيت لكن استدللت بقوله أن أشد من الإنسان النوم طاقة الإنسان تنتهم عنه تتوقف حركته رغم أنه يسمه يعمل لذي يقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إذن ترفع وترسل ذلك الإنسان مهما كان تعب قد يكون في كمة الأيام والمجهود وخلاص الماء قد يهتم فجر من الطاقة ومن الجاد لو من الله علي بن عاس لحظات خمس دقائق يا سلام ذهبت الروح لبريها وعادت يرجع في منتهى القوة النشاط اللي هي أكل وذهب أيوة التعكل وضع أيوة انتهى بسمو الروح لحظات إلى ربها وإذا جعل الله النوم وصفه القرآن قل وجعلنا نومكم سباتة يليس سباتة؟ يذهب الألام والتعب والأعياء والحزن كل ده أذهب ثم تعود الروح ما عندي بريها في منتهى القوة والنشاط كيف حول هذا التحول في إغفاءه أخذت خمسة دقائق إذا ندفك النوم رحمة الله كبيرة جداً عليه لكنه لون ما التوفي وهنا يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل فأصف لنا هذه النعمة الكبيرة جداً نعمة تخيل إنسان لا أنا لا أنا يا رفي تحرك أحكي لك بطرفة حصلت مع علمائنا الله أرحم الشيخ براميزة يرحم الشيخنا اللي توفروا هذه الآيام الشيخ القرضاء والشيخ السماء العظيم اللهم اغفر لهم ورحموا شميعنا الشيخ براميزة في السابنة طلع رحلة أمريكا فقال لي يا أخوين بدون خريطة أنا جاي هنا سنة كم ولاية؟ قال 58 قال عايزين جبلة 52 ولاية دعوة ولا عز وجل فرجوا كان يسحى منهم كل يوم خمس محاضرات ست محاضرات سبع محاضرات ففي محاضر محاضرات حاضروا أمامه جامع كبير جداً أشرين ألف بناءات والشيخ جالس بعد العصر مع الإعياء والجهد وجالس يتكلم يتكلم وينام ويقوم يكمل يكمل على اليوقف عنده ويرجع ينام ويكمل واحد قاعد أمريكادي قال لي يا أخوانا أنا أسلم ليه؟ قال لي أعزي ينام زي الراجل ده أنا باخد كل أدوء عشان أعزي أنا أعزي نمش عارف أنه لكن أولي أنتظر منه كالبة وينام قلت حتى نوم العلماء عبادة أسلمت عشان أنام ند الكذب معاني نعمة المحروم منها محروم لذا كله هو الذي يتوفاكم بالليل بس ألا ويعلم طبط الله ده وفاة يا أخوانا لابد أن ندرك أننا خلق من خلق الله تجري علينا سننة الوفاة ده يعني نوع من أنواع الإماتة العارضة إذا يقول النبي سلم والذي نفسي بديه لتموتن كما تنمو ولتبعثن كما تستيجزون فشبه الموت بالنوم وشبه البعث بالشحية من النوم والذي نفسي بيديه لتموتن كما تنمو ولتبعثن كما تستيجزون تلبنا إذا ندرك نحن أمام حياة حياة لا يعطيها لنا إلا الحي القيوم ويعطيها لنا بالكيفية التي يريد التي نريد يتوفى نحي الشاء في أي وقت شاء على حال شاء الأمر بيده لذي يقول وهو الذي يتوفاكم وهو فيأتي بالضمير وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما جرحتم أي شيء صغير أو كبير فعلتم بالنهار متسجل والعليم يعلمه بل ويسجله بل وغدا ستراه بين يديك لتحاسب عنه كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا من كل ما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله إيه ونسوه ذلك الكافر يفاجأ بإن مساقين الذر سجلت أي صور وفي هذا يقول تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بس يعني كل خجة اللي علينا مقيمة الكتاب اللي الكتاب هو الملائكة عندنا مجرمين بشر مجرمين وحياءة يوم القيمة برضو مجرمين المجرم في الدنيا حتلاقي مجرم مقيمة والمستكبر حقيقته مستكبر إدماقه الوسخة دي مش بتنضف أبداً حتى مع أهوالهم القيمة بتنضف ذرع فيه هيجيب النظافة فين ها رضاك رب العباد يصف حالهم يوم القيمة الإجرام لا يتركه حتى لو دخلوا النار الإجرام لا يتركه ولذا يقول تعالى يود بعد ما رأى أهوالهم قيمة وأحوالها يقول تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن بنيه مستعدي ضح بالخلق جميعاً من أجل النفس هو ده المجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه أولاده أيو الله أولاده وصاحبته زوجته حبيبته ببنيه وصاحبته وأخيه سنده وفصيلته التي تؤوي القبيلة والعيلة والدولة اللي بنتمئ إليها شكراً لإيه وطني شعبي سلامات بس ألو من في الأرض جميعاً ثم من جهة الإنس والجن والخلق جميعاً المستعدة ضحة الكل لينجوا بنفسه بل حتى لما دخل النار هذا البلأ فيه يقول ابن القيم في قولي تعالى عن عن حال الكفارهم في النار قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم وأنتم قدمتهم لنا في بيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذاباً ضعفاً في النار وقالوا مين قال أئمة الكفر جهنم ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار يقول ابن القيم وغيره جاءت هذه في أئمة الكفر المقريش أبو جهل وأبو لهب وعقب بن ممعيط وعتبة وغيره يعني تخلم عن من عن صغر الصحابة ضعفائهم بلال وصهيب وعمار عبد الله بن سعود فقولوا الله هم دور حفين ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من إيه بيعتمهم أشرار باللغة العصر إرهابيين رحفين إرهابيين ما لنا وفي النار لا نرى رجالاً كنا نعدهم أشرار اتخذناهم صخرياً يعني من شدة صخريات بهم صغروا جداً حتى لم نعد نراهم أم زاغت عنهم الأبصار لحقارتهم تخييراً الكبري هذا في رؤوسهم وهذه الوساخة في رؤوسهم لا تفارقهمهم في خعد هنة ما لنا لا نرى جاراً نعدهم أشرار كنا نعدهم أشرار اتخذناهم صخرياً أم زاغت عنهم أبصار يقولوا تعالى أن ذلك لحق تخاص بأهل النهار إذن ندك كثير معاني ويعلموا ما جرحتم بالنهار يسجلهم ثم يبعثكم فيه ليقضوا أجل المسادي هيسيبكم فترة اتناموا وتصحى وتناموا وتصحى وتناموا وتحصى لقد فيه مفتوحة ألا لا إلى أجل المسادي إيه الأجل ده عمرك بنحسبه بإيه إحنا بيه بنحسبه بالسنين وكل سنة نعمل احتفال وعيد الميلاد ويجيبوله شمعتين ثلاثة شمعتين مين عشرين ثلاثين ووطف الشموعي عمي وغنيله وراجل كبير وشيبة وبرضو يقوله ما شاء الله الخبر اللي احنا فيه يا إخواننا العمر عند الله لا يسدل بالسنين لكن يسدل بالأنفاس وفي هذا يقول ابن سعود كما ثبت في الصحيف صلى الله عليه وسلم قال قال الصادق المصدوخ صلى الله عليه وسلم لجمعنا أحدكم في رحم أمه أربعين يوم ونطفة ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعثه الله الملك فيكتب أول ما يكتب إيه قل أجله أجله محسوب إزاي بالأنفاس كم نفس له إذا انتهت أنفاسه عند شهيق ما استطاع بعده زفير ولأمرك فأنت أنفاس إن انقضى بعضها كما يقول حسن بصري انقضى بعضك أنت أيام إن انقضى بعضها انقضى بعضك كم انطاو من عمارنا وكم بقي قد لا يكون بينك وبين الباقي اللعظة وقد ننتهي هذا اللعظة عمر مضى ولي نبقى إلا القليل لذا قل تعالى إنما توعدون لآت إتيان الأجل جاي جاي وإنما تفذ الحصر أي ليس لما تسمعون وصر غير أنه آتي إنما توعدون لآت وما أنتم مرزين ما منكم واحد يستطيع الدفع مالك الموت عن نفسه وإلا فلو رجال صحيح اردوا والرب يتحدان حتى نصدق في تسبيحه يتحدان من الموت بل أنا عجب لما نزل قول الله تعالى تسبح باسم ربك العظيم جاء سبس مرات قال لنا بيجعله في ركوع يعني مع كل سبحانه رب العظيم لي ليه هنا أذكر العظمة لارتباطها بالموت والحياة وذلك الآية السلسة التي جاءت فيها باسم ربك العظيم جاءت مرهونة بالموت والحياة أولها مرتين جاءت في السلطة الواقعة المرة الأولى تعلق بالموت والحياة قال تعالى نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونها أو نحن قدرنا بينكم نوت وما نحن مسبقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما نتعلمون لقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أحياهم وموت أفرأيتم ما تحرسون ما الذي أحياه أأنتم تزرعونها ما نحن زرعون لو نشاء ونجعلناه حطان موته وهنيته أفرأيتم ما الذي تشعبون إحياءه أأنتم أنزلتم لو نشاءوا لجعلناه أجاجا هننهيه نقض عليه وحلوة كلها تنتهي أفرأيتم النار التي توقود توقذون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن نمشئون لو نشاءوا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بسم الله فربط من الموت الحياة وسبح بسم الله ثم بعدها ذكرنا القرآن وكيف أحيا الله بالإنسان ذكر موته مشاركة قال فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين أرب العالمين غير ميتين ترجعونها كنتم صادقين إلى أن قال فسبح باسم ربك العظيم الثالثة جاءت في صورة الحق موضع الثالث دي أفضلت الحق وجاء أيضا في الواحي أم يقولون وما هو شاعر إلى أن قال تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأخير يعني تنزيل من رب العالمين بين أن حياة الخلق كلها قامت على وحي ووحيه لا مجل فيه لتدخل الإنسان حتى سيد الأنام نفسه قل ولو تقول علي بعض الأقويل لأخذنا منهم نمين ثم لقطعنا منه واتين من يملك حياة الخلق وحياة الرسل وبلاغه محمل الحق الخلق إلا الله عز وجل إلى أن قال فسبح باسم ربك العظيم وكلها ارتبطت بإحياء الناس وإمكان الناس سواء لإحياء مادي أو معنوية لذا يسرع لنا لما يقول سبحانه رب العظيم أتذكر كل هذه القضايا من الذي أحيا والسبحانه رب العظيم كل الأحيا من الذي أمات سبحانه رب العظيم فأنت تسبح وإله ذلسانك في كل رقوع بهذا المعنى هنا يذكرنا تعالى بهذه القصة هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم جرحت من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى نهاية محددة لا سبيل الإنسان لتغييرها لا بالتقديم على التأخير كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون لن يعدل أحد أجلك بنفس ولن يملك أحد تأخير أجلك بنفس انتهت القصة لذا قالوا جعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تبترون نسف تقادلوا نسف تنقشوا مصيبة كذب جدا وكان الإنسان أكثر شيء جدل نسأل الله العفو العالم وهو الذي يتوفاكم بالليل وأعلم جرحت من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بس ألا عشان يسبت لنا هذا قل وهو القان رفو قاباتي ليه لأن الموت ليس بجلك باختيارك لو باختيارك هتدفع أنتش عايش عادي عايز يموت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت أمنا عايشة رسول الله الموت هو كلنا أكره الموت تصرحت إن ما في حد بيحلموت كلنا أكره الموت قال لا بنت الصديق أحب لقاء الله مش الموت ولا كره لقاء الله كره الموت أبدا الموت قدر الله في الخلق جميعا لكن إذا كان العبد بين الحياة الموت إن كان مؤمنا أطلعه الله على المكان في الجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن كان كافرا عند الموت أطلعه الله على المكان في النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه يا ترى هل يحصل لنا عند الموت؟ ها؟ التثبيت مع الله بل يقول لهم قرطبي وفي هذا نزلت الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد يسديتنا عند معاين ملك الموت يترى قلبها يسبت على الحق ولا حيزيخ في ناس قلبها يزر برؤية ملك الموت بعد أن ملك الموت ده حاجة مش حاجة عادي لأول مرة تشوف ملك بصورته الملائكية رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي هو يوحى إليه لم يرى ملك بصورته الملائكية إلا جبريل رأى مارثين فقط مارثين فقط بصورة الملائكية وفي هذا يقول تعالى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدْرَةٍ مُمْتَهَا عندها جنة المأوى إذ يغشى السِدْرَةَ مَا زَاغَ الْبَصْرَةَ الرؤية كم ترؤية عينية إذا قال ما زاغ البصر رأى كيف رأى مرسل وصفه صحيح رأى ميكاين رأى إسرافين رأى ملك الموت لث المعراج لكن لم يصف لنا إلا جبريل وكلهم يشبهوا لما وصف جبريل قرأ أي طرق سوى تحت العرش وقدمه في سبع عرش وسد ما بين الخافقين ما بين ماشي كل مغرب تخيل بالله عليك لحظة الموت هتعايم ملك بهذا الشكل يحصل لك إيه ها إيه يحصل لك وبعدين مع ملحوظة ملك الموت النفس اللي ما هتشوفه لا تحق الملائكة روح لا يحجبها للجدرات الماديات لا أثر لها لا أثر لها على روح البد وضح المعنى الروح تخترق الحواجز لا يحجبها لمكان ولا زمان وذلك الزمان عندها بسيط جد والماديات تخترق الجدرات تبقى أنت نايم في بيتك وفي حضن مراتك وفوق منك قد تكون في الدور الأرضي وفوق منك برج مئة دور موطحة السحاب وأنت في فراشك كل هذه الأدوار والكواكب والنجوم والسمات السبع لا تحجبك عن رؤية ملك الموت هو فين؟ هو تحت العرش هتشوفه ورد في الحديث حسن حدث حسن رهب أو النعيم في حالية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ملك الموت الليلة المعرات سأله شو هذا؟ قال كيف تقبض أرواح آلاف الخلق في وقت واحد وأنت في مكانه هذا؟ قال يا رسول الله من أذن الله بانتهاء أجالهم هتك الستر الذي يبينه بينه يبقى بينه وبينه ستر أو جده رب العباد هتك هذا الستر إيه الستر؟ هل نضعه الستر يا إخواننا قانون المد لأن حياتنا الدنيا ارتبطت المد إحنا دينانا كم حياة؟ عمره واحد ده اللي احنا نتكلم عليه لا إحنا لنا ثلاث صور من الحياة وربنا سمها نشآت كل واحد اسمها نشآة دينا كم نشآة؟ ها؟ طب إيه الفرق بينهم؟ سمعنا الآن مخليل نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن نخلقون؟ دي بدات نشآة ها؟ نحن قدرنا بينكم موت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم طب حرفين؟ قل وننشئكم فعطف بالواو يعني النشآة مع الموت يبقى أن النشآة رقم كم؟ دينا النشآة الأولى مع المنين والثانية مع الموت قل وننشئكم فيما لا تعلمون يبقى بداية الموت سنذهب لعالم لا نعلم عنه شيء عايزين نتأكد أننا ننشأ نشآة ثانية؟ قال ونأخذ علمتكم النشآة الأولى فلولا تذكروا إلا أنشأكم النشآة الأولى سينسئكم النشآة الثانية ثم بيّن أن هناك نشآة آخرة فقال تعالى بالعطف بثم اللي ما يعطف بالواو قال ثم الله ينشئ النشآة الآخرة يبقى لناك النشآة ثلاثة إيه الفرق بينها؟ النشآة الأولى أغفى الله الأرواح في الأبدال وأجرع الإنسان قنون المد الأسباب ها؟ ثم أتبع سببه وضحت؟ طائم النشآة الثانية سبب لها الروح الروح ماتت عند الموت ولا مات الجثة؟ الجسد بس المات الإنسان هي موت إلا جسد لذا قال الله يدفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضاهاها الموت يبقى اللي قضاهاها الموت أمسكها الرحمن ما ماتت لكن مات الجسد لا يبقى من جسدك بعد فنائه إلا عجب الزناد العصعوس أسفل العبد الفقري فقرة واحدة ترتبط بالروح لذا يقول ابن القيم وحياة البرزخ النشآة الثانية أخفى الله فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح وذلك بعض المغفرين رح حطوا تسجيل في مقبرة واحد يسمع صوته المتعزم سلامات والتعزم للجسة والروح حياة البرزخ كلها مرتبطة بالروح لا يبقى ست وضحت لذا أخفى الله الأرواح الأبدان في الأرواح وأجرى السنق الروح النشآة الثالثة أو الآخرة من القيمة أظهر الله الأرواح والأبدان معاً ولذلك ستجد نعيم في الجنان للأرواح ونعيم للأبدان وفي النيران عذب للأرواح وعذب للأبدان اختلفت نشآة وابتفقد النشآة الثانية متى تبدأ؟ عند الموت عندها رب العباد يلغي قانون المادة يفصل الجسم عن الروح ويبدأ التعامل معه مع الروح وده كلام ملك الموت إذا أذن الله بانتهاء آجانهم هتك الستر الذي يبيني وبينهم قلوا المادة فيرونني جميعهم في وقت واحد وأنا في مكاني هذا تخيل ألف خمسة ألاف حينوتوا في لحظة واحد في أمريكا عشرات في أمريكا عشرات في كندا عشرات في أوروبا عشرات في أسيا كل دول في لحظة واحدة يهتك الستر عنهم كلهم بلا استثناء يروا ملك الموت في نفس اللحظة من يراه منهم لينتخذ بعدهم خلاص انتهت القصة لذا يصف الله هذه اللحظة فيقول ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم إيه اليوم ده؟ يوم الموت إيه اللي يحصل؟ خلت تشخص فيه الأبصار أول ما تشوفها لكن الموت تلاقي بصر فيك عمل إيه؟ عايزة تجيب آخره فتلاقي العين ده حظت برزت عيون الميت عند الموت كل الموت تشكله كده ما تبقاش عينه في الداخل لا تطلع برا برزت تشخص فيه الأبصار ليه؟ عايزة يجيب المنظر مش قادر يجيبه لكن النظر المتطلع تذهب لا تعود تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي روسي معنى إيه؟ ها؟ لما الإنسان يرى خطر بيعمل إيه؟ دي تعليمات تداركم في الطائرة أخيونا ما تركبش الطائرة بيديك تعليمات أول ما تحس بأي خطر ولا الأنوار تنورك في الطائرة تتعمل إيه؟ إديك عراسك وتغمض عليك وتنزل تحت ليه؟ لأن رؤية العذاب قد تصيبك بصدمة عصبية تكون أحد أسباب قتلك قبل أن تخل فهم عايزين يرفع عناك هذا الصدر فيقول لك غمض عينك ونزل تحت طيب اللي يعاني عن مالك الموت هيغمض عليك ونزل تحت ده من شدة الخوف والهلع لا يعرف كيف يتصرف فبدلا ما ينزل وصل تحت لا يرجع عن خلف وبسرعة شد جد وده معنى مهطئين مسرائيل مقنع رؤوسي قالي بها للآخر عشان يعرفوا يجيب المنظر بكل لا يرتدوا إليهم طرفهم النظر التي تذهب لا تعود انتهى بس وأفئدتهم قلبه مركز العقل عنده اللي بيحرك الجسم كله قال هو فرق لا قدرة له على شيء لا حرك ولا حس ولا نظرة ولا همس ولا سماع انتهى بس إذن ندرك هو ده الإنسان هو ده الإنسان لذا قل تعالى وهو القاهر فوق عباته أجر الله كل هذا على الإنسان بالقاهر والقوة ما طاقة الإنسان في دفعك ليه قدرة يعرى يفتفع الروح يردها طيب الروح موجودة فين يخلنا أصلي في جسمك ها في رأسك ولا في رجليك روحك فين ها حد عارف نحن حتى ما كانا مش عارفينوا حاجة مصيبة كبيرة ها موجودة في القلب يخل وذلك أول ما تطلع تطلع من القلب على الترقوة بعدها عارف الحب الحلقوة بعدها تطلع بر نسكت المسافة دي المسافة دي لو خرجت الروح فيها من يستطيع ردها لذا تحضى الله عز وجل أن يكون بوسع البشرية مجتمعة رد بروح بن أدم أحد فقل تعالى كلا إذا بلغت التراقي التراقي هذه الأعظام اللي من رقى وشمل إذا وصلت الروح هذه المنطقة من يستطيع ردها رب العبادة ذكرنا التحدي قال كلا إذا بلغت أي روح التراقي وقيل من راق من يلقي هذا من يداويه من يعالجه من يملك رد روحه إليه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق واحد يقول له ظنه لا قال لبالكم ظن لها ثلاث معانا في القرآن إن جاء الظنة وليس بعدها أن تفيد الشكل ظن وحسب وخال في اللغة العربية يسمى أفعال الشكل فإن جاءت بعدها أن المخففة عنت غلبة الظن يبقى رجحت ظن أن لن يحور أن لن يحور أن المخففة بسكون من غشد يبقى غلبة على ظن أن لن يرجح فإن جاءت بعدها أن المشددة عنت اليقين وهنا جاءت مشددة ظن أن لن ظن أنه الفراق يبقى أيقن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك ما إذا مساق فإذا تحدم الله عندك القوة فكيف لوصلت الحكوم قال فلولا إذا بلت قد حكوم وأنتم حينئذ تنظرون كل أحباب وخلان وكل البشرين من حوله فلولا إن كنتم غير مدينين غير راجعين إلى رب العالمين أنتم من ألحال قوتكم وحال ضعف وهو في حال ضعفه واحتضاء ارتضارك يقول فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين رب العالمين ترجعونها إن كنتم صادقين هل نملك ردها فإن كنا لا نملك ردها حال قوتنا وضعف المحتضر فكيف لو كنت يا مسكين أنت المحتضر الضعيف هم لك حيلة في دفعها كل سنطيبين إخواني إذا ندل تاتي معنا يبقى لنا كم نشأة ثلاثة صح صح بين كل نشأة ونشأة راجعة يبقى لنا كم راجعة راجعتي طبعا كله عندنا سياء لما تراجعون ثم نترجعون كلها راجعة واحدة عندنا وفي لها سلمان لما يعطف رب العباب يبقى الراجعة الأولى من الحياة للموت ولما يعطف بسمة يبقى الراجعة الثانية من البرزخ ليوم القيام قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة فين؟ في الدنيا بالتلاء ما في الدنيا ما في الدنيا صح صح معي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فلما ذكر الحياة الدنيا قال وإلينا ترجعون وفي الموضوع الثاني قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يبقى الراجعة الأولى هي الثانية والمختلفين الواء تفيد المعين يبقى مع الموت في راجعة ثم تفيد العطف مع التراخي بعد مئات السنين يبقى هذه راجعة وتلك راجعة لما تسمع وإلينا ترجعون يبقى الموت تسمع ثم إلينا ترجعون يبقى البعث الموضوع وصل معنا إذا ندل كالحقائق وهو القاهر فوق عباده بس ألا ومن قاهر إيه أنه حفظ عباده القاهر لي أحفظ آه القاهر لي أحفظ مخلوقاته وعبيته سبحانك ربي ما أعظمك وما أجلك وما أكرمك قل وهو القاهر لا يستخدم قاهر قواته في عتعذيبنا بل يستخدمها في حفظنا الله وفي رحمتنا وفي إكرامنا لذا كل وهو القاهر فوق عباده وينسل عليكم حفظه إيه حفظه دول ملائكة يحفظوك الليل والنهار الليل والنهار يحرسوك مئات الملائكة بل ألاف الملائكة أنت بتنامس يدتك وهم يحرسونك بترفص وهم يحرسونك ما بتقلمش ليه فأقول أنت لما لم تصفق مع السرير ملي بردك سلامات معك ليش من حفظه يحرسونا لذا قال ويرسل عليكم حفظه ولذا يقول كل ما يكلأكم بالليل والنهار من اللي يحرسكم منه غيره من اللي يحميكم بالليل والنهار منه غيره هذا معنى خطيب جدا إخواني وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه إلى متى الحفظه معك من اللحد من المهد إلى اللحد من لحظة ميلادك وأنت محفوظ بهؤلاء إلى ساعة موتك عند الموت فقط يذهب الحفظه ويأتي القبضة لذا قال ويرسل عليكم حفظه إلى متى قال حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا جاء القبضة ليأخذوا الروح إلى برهم حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون نحن الوقت خلص نحن نسى في أول آية نسى ساعة سبعة نكمل ولا عندكم شكر نحن نسى ولا يمشي نحن الآت ملياني ما شاء الله وتعالي حتى نشغل نسى عن عملها ولا أرحم أحد الإفادة وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا الله طبول لتوفانا ملك الموت ولا رسل هو ملك الموت شكرا لواحد يقولنا لا دمعه ملايين الملائك سماهم ربنا رسلنا رسل الله لأخذ الأرواح وردها إلى بريها الأمانة اللي أودع فيتنا الله سماهم رسل رسلنا ورسلنا حتى في الحالتين اللي واخدينك للجنة رسلنا واللي واخدينك للجهنم برضو رسلنا لتكافأ الروح أو تعاقد توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولا تشوفه وسطا وساحك وسيبك وأخرك سلامات كل سنطه دي يحضرني أثر طريف حكاة أمك ورطبية غيره نبي الله سليمان سخر الله هذا رويح لما مات أبوه أبوه كان ملك هو ملك بعده وصيف أبوه رئيس المزارة بتاع المقرب جدا منه سن سليمان أردني يكلمه فكرمه جدا مقدمه أجرى عليه راته سبف وظيفته وكم ملك الموت في هذا التوقيت يظهر للأنبياء على نني يحضرهم فملك الموت راح يزور سن سليمان لا عنده بصيفة تاعه فبصينه بصكي الرجل مات في دينك فقال لي يا نبي الله سليمان قال له آه قال له أنا مسخر الله لك ريح قال له قال له مرها الآن تسهبئ إلى الهند من الشام للهند قال له أنت جارس معنا وانت تركيك في وظيفتك وتخدرتك وحالك ومستقر أمورك زي الفل عايز إيه قال لا 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 تحميش عندك كنة تانية ودين الهند فأمر ريح تذهب إلى الهند لأ ملك الموت انتظى عند الهند فلما قبض روحه وعاد سأل نبي الله سلمان ملك الموت إيه اللي خلاك النظر تبني لوصيفي هذه النظر قال تعجبت لما رأيت هندك وأنا مأمور بعد دقائق أن أقبض روحه في الهند وعاد هنا في الشام حقبضها زيه وفي الهند فطر للمقر لذا قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنهم ملاقيكم هتروح فيه هتروح فيه حتى إذا جاء أحد الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطوه ثم ردوا إلى الله وهم الحق ثم تفيد الراديوم القيامة ما قال شو ردوا قال ثم ردوا يبقى ثم ردوا تخص رجع إيه الثاني مش الأولى مدام عطف بثمه يبقى مع التراخي ثم بعد الموت ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هيردوا لإيه ليوم لا حكم فيه إلا الله وللحد حكم ثاني ها يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ربنا ننادي لمن ينمو كل يوم أين المنوم؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ أين الفراعنة؟ رحم الله يعني بعض السلفين احنا قالوا له الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقصر به أمان القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ راحوا فيه؟ فين الجبابرة؟ ها؟ وإحنا أدركنا فيها سوء فيها أنت شباب إحنا أدركنا جيل من الجبابرة بل أجيال ها؟ من عبد النصر التزايد كم جبار مات؟ وإزاي نفق؟ شيء عجيب عجيب جبار و جبروت و طغيان ها؟ وممكن موت في مسورة مدابة ها؟ والكبرياء خلاصة برضا من أنتو؟ من أنتو؟ ما شاء الله؟ أنا مش هموت ها؟ 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 ملك الملوك ولا شاه الشاه؟ نسأل الله العفال فيه؟ كله رحل كله رحل من أمام الملك؟ يوم حشر العبادة إلى الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد حتى يجيب من هول الموقف و من هيبة رب العالمين ما يستطيع أحد الجواب حتى تجل الجبار تعالى فيجيب عن نفسه يقول لله الوحد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظن اليوم إن الله سبب الحسان في ثواني مليارات البشر من آدم لخمس ساعة يحاسبوا في لحظات في لحظات إن الله سبب الحسان إذا ندرك إذا أقول ألا له الملك ألا له الحكم؟ وهو أسرح سبيل الملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاءه والحساب حسابه من ينافسه في هذا؟ من ينازحه في هذا؟ ثم قال كل هو القادر قدرته لم يخصها باليوم الخيام بس قدرته قائمة في ذاته الآن وبعد الآن وفي كل أوقات القادر ستغير قدرته؟ يبقى أن هذا الضرف يقوى؟ أبداً كانت دا يجرى علينا نحن البشر اللهم يخلقهم الضعف ثم جعل بعد ضعف القوة ثم جعل بعد قوة ضعفاً وشيب ها؟ تلاقيه في ممتع الشباب بالفتوى ومرة واحدة طلع الشيب والحالة تغيرت خالص تماماً رحم الله إمام الشفعي نسبع قلالي فهم دوله لما نقوه في ثلثينات من عمري نظر يوم من المرآته فرأى الشيب في خد في لحد فنظم للشيب خصيد خصيد يدعب الشيب فيها يقول رأيت خراب العمر مني فزرتني كلبنا لكل واحد فينا طلعيك له شيبة في حيث كلسان طيبين ما بقى لك بيابة كلها ها؟ رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك في كل الديار خرابها بدأ الشيب أتلاقي كل يوم يزيد يقولي بإيه ها؟ وضحت رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك في كل الديار خرابها أأنعم عيشاً بعدما حل عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها هتحنيها النهاردة تطلع بيضة يوم صبح متسناش ها؟ ليس يغني خضابها فزهرت عمر المرء قبل مشيبه وقد فنيت نفس تولى شبابها ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة فعما قليل يحتويك ترابها ثم أعطانا خلصة التجربة قال ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عزبها وعذابها فلم أرها إلا غروراً وباطلاً كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة أي رمة نتنا وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلماً لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها نازعتك كلابها فطوبة لنفس أوطنت قفر دارها مغلقت الأبواب مبخى حجابها طوبة لنفس عرفت حقيقة ذاتها فتفرغت لعلاج نفسها بنفسها وسموها بين يد ربها فطوبة لنفس أوطنت قفر دارها مغلقت الأبواب مبخى حجابها إخواني إذا ندرك يتمعاني وكل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم من يمنعه؟ أو من تحت أرجلكم؟ من يمنعه؟ ها؟ بلاش من فوقه من تحت؟ أو يلبسك بشياء؟ حصلت بعضكم الأبواب هيفتح باب الإجرام لمجموعة هيزل بها الباقي ولذلك الله الرحمن الرحمن الرحيم شيخنا شيخ السنيوب كان له كلمة أسهلة كان يقول لي إخواني الإنسان بدون دين أسوأ وحش على وجه الأرض دي عبارته أنا بسطتها وبحثت فيها وجدتها حقيقة هل تعلم وحش غير الإنسان يفتك بأمة من جنسه؟ هل سمعت عن ذئب ضاري دمر أمة الزئاب؟ انتم هنا في الكندا هل سمعت عن دب قتل أمة من الدببة؟ هل سمعت عن حية تحمل سم ناقع قتلت أمة الحياة؟ هل سمعتم عن عقرب يحمل لدي خاتل؟ ختل أمة العقارب؟ لكن سمعتم عن الإنسان دمر أمة البشرية ملايين البشرية من أجل شهوة حب مال ولا حب سلطة ولا حب جاهل ولا حب سلطان؟ هل علمت وحش أسوأ من هذا الوحش؟ المجرم المستعد يوذي البشرية كلها من أجل شهوة لنفسي امرأة ولا حبة مال ولا كرسي ولا منصب ولا جاهل سلطان؟ ولا أدوان حب في الأدوان عشانه قال عنه الحاكم والدولة القطب الأوحد الأوحد تبدل ملايين البشرية من أجل أن يسمى القطب الأوحد؟ من يتصور هذا؟ هو ده الإنسان سواء في صورة فرد أو في صورة دولة نسأل الله العفو العافية لذا يأتي النص أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض خلي بلكم هذه الأمة مبتلاها بهذه البلية النبي دعا ربه ألا تأخذ أمته سنة عامة يعني لا تأتي جائحة تخلص على المسلمين جميعا أبدا وليس لك ولا يهلك ولا أدى أدوهم استجاب الله لفرسلتين ولما طلب أله لك بعضهم بعضا لم يستجاب له فصارت محلة الأمة من داخلها حصونها مهددا من داخلها مسلم يقضي المسلم عشان إيه؟ أين كنت المبارعة؟ والبلد ها من قديم إخوة يوسف لما وجد بسيدنا يوسف متميز وربنا صفاته عليه وأبوه متعلق به ورأى في رؤياه وعرف إنها النبوة وعرفهم هذا كان رد إيه؟ قالوا إن أبانا الفضانة مبينة قال له يوسف وأخوه أحبه إلى بينا منا ونحن عصبة إحنا القوت وإحنا الكباء طفل الصلاب ده فضل علينا الرد إيه؟ أقتل يوسف طب زنبه إيه؟ أو اطرحوه أرض يخلوا لكم وجهة ديكم لما يروح يوسف من الشلة أبونها يتعلق بينا أحبه نسى الله ها؟ يخل لكم وجهة ديكم وتكونوا من بعده قاموا صالحين طب القاتل لبقى صالح؟ لكنه إمليز عشان كده سيد نيوسف صرح قال من بعد أن نزر الشيطان وبيني وبيني الفكر ده فكر إنساني ولا شيطاني وصلت كم تلاعبت الشياطين بالإنسان؟ بل كم تلاعب الإنسان حتى بالشياطين؟ خلي بالك البداية الشيطان بيدفعك النهاية الإنسان بيستخدم ووهب ووهب وقوم الشيطان فإذا تشيطن الإنسان فاق الشيطان يقول ابحمد الوزر رحمة الله تعالى يقول الشيطان كنت بالأمس للإنسان أستاذا وأنا اليوم للإنسان تلميثا ها؟ بتعلم منه الشيطان احنا عندنا الشياطين فاق الشياطين طبعا كلمة الشيطان دي يخلنا صفة ليست جنس الناس فاهم أن الشياطين دي جنس الجنس الإنس وال Marilyn الشيطان أصفه اللي فيه مكر يكال عنه الشيطان لكذا كده شيطان فيه الانس وشيطان في الجن وكذلك جعلنا لكل beast straks الشياطين الإنس والجن طيب إذا شادت زادت المكر والدهاع يقول عنه مارد ففيه مارد في الانس وليس من الجن إذا وصل للمراحل علي جدا يقول عنه عقري يبقى فاعة قبرية في الإنس أو في الجن لكن كاننا بتعب قليل استخدام تاني غير في المكر وفي الزكاء في الزكاء مجح وفي المكر تبقى إيه مزمة طيب إذا وصل نهاية المكر يقول عنه عفريت ففي عفريت في الإنس وعفريت في الجن إنت لو بتلاقي واحد عبل حاجة فريدة من نوعها يصعب الإنسان حتى تخيلها تقول يا سلام فلان ده عفريت مش كده اللي إيه يبقى عندنا عفريت ما عندناش إحنا عفرتنا العفريت نسأل إذا ندرك هذب عنه ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض لما نحول إنسان لمجرم لأسوأ وحش ماذا المنتظر من نتائج فرعناه فرعان بيسألوه إيه اللي فرعانك قال ما وجدتش حدي بنعم في الأول لهم أنا أنا الرئيس حاضر تسمعوا كلامي حاضر ما تسمعش حدي غيري حاضر كله حاضر طب أنا ربك حاضر أنا إلهكم حاضر من اللي منعه وصلت لو وجد من يرده من يصده كانت فرعا يقول للمحمد الغزالي كل إنسان منا في داخله فرعون يود أن يقول للخلق أنا ربك من العالم لكن منا من تتاح له الفرصة فيعلنها ومنا من يحال بينه وبينها وصلت عشان كل أحد فينا رغي عن نفسك ما لم يوقن أن أنا عبيد لله إبليس هيفار عننا كله وتلاقي إنسان وزي الفل ووديع أو نفسك السلطة تلاقي بفعول يا عم الشيخ ده أنت كنت في الأمس زي الفل إيه اللي حصل لا لا إنسى إنسى تاريخ الماضي إنساء أنا الآن إيه الباشا الباشا ها وعظم نفسه إليك الباشا وفهمين الباشا دي تعظيم الباشا في اللغة التركية خلنا ربط الجازمة عزكم الله فخليه البشاوات لكن فهمين أحكي طرفة أخفف عنكم الله يرحب الشيخ فرصيح كنت نهوف بأسة وكان معنا مسؤول كبير في الأب فكان كل ليلة يقول إخونا أنا جيلكم تدين درس في العقيدة في يوم عادين شرحوا لنا يا شيخ خوزي الله يرحمك يا شيخ خوزي اسم الأسماء لها حسن فالعجي يعني مبهور مبهور فتح بقه فالأخ لقين إيه قال يا يا ربنا ده باشا الشيخ خوزي ده حك قال له آخرك باشا يا باشا داخل تصورتك حرم باشا وضحت نسأل الله نعافي نعافي يا إخواني يقول وهو القادر كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوتكم من يمنعه أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة يجعلكم جمعات وأطياف يقتل بعضكم بعضا يبيض بعضكم بعضا يعتدي بعضكم على بعض ويسرق أموال بعض ويبادات أشكل وألوان ويزيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون ما ذكر هذه المعاني المتتابعة إلا لنعقل إلا لنفهم من نحن أمور بالعالمين من نحن ما لم نعتصم بالله كيف نعصم حتى مع هؤلاء الجبابر الذين قهروا الخلق وقتلوا الخلق واستباحوا حرمات كل الخلق من يدفع شرور معنا غيره ما لم نعتصم بالله ونتوكع الله لا عاصم ابن سيدنا نوح لما حاين الغرق بعينه وفي كمة جبل وهو يبن يركب معنا ولا تكمع الكثيرين قال له سآوي إلى جبل جبل يعصمني ما الماء قال لا عاصم لا عاصم إذا جاء قدر الله من يعصمك لا عاصم اليوم من أمل الله إلا من رحيم يقول تعالى وحال بينهم نوج حتى لا يعزم نبي الله نوح جعل المجر قبل اثنين حتى لا رأي ابنه غالك رحمة بنوح وخلاصا من المجر وحال بينهم الموج فكانوا المغرقين إذا ندرك هذه المعالي الدقيقة رحمة الله حتى في الابتراب المؤمن وعذاب الله إن حل فلا دافع له إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أكتفي بهذا القدر أكتفي بهذا القدر أكتفي بهذا القدر أكتفي بهذا القدر لسه لا تحتاج أتفصيل أكثر الشيخ ما إن شاء الله صرح بنا سحرة صرحة كويسة لكن أكتفي بهذا وما قلنا وكفى وخير مما كثر وقالها أسأل الله تعالى أن يعلم لكم ما نفعنا اللهم نفعنا بما نعبتنا وزرنا علمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وغارك على سيدات أولينا وآخرين سيدنا محمد وعلينا صحبه أجمعين اللهم اغفر لنا تنهبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل نور ترحت تانيك وشر اللهم ربنا بعينك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة كفر لنا وتوفنا إذا كانت الأفاة كفر لنا اللهم إن نسألك خشيتك في الويب والشهادة وكلمة الحق في رضو والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر نسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت وبرد العيش بعد الموت نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنات مضلة رب زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مرتدين رب اجعل جمعنا مرحوما وتفروقنا بعد معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة رب لا تدع لنا في هذه الساعة بسانك ذنبا إلا غفرتها ولا هم إلا فرجتها ولا حاجة تنهلك رضا إلا قضيتها واسرتها برحمتك يا رحمة الرحمين اللهم رحموا لما أنا وما أعلمون هذا الخير ارحم شيخ السماع العظيم الشيخ القرضاوي وسائل مشيخنا الرحمة الرحمين اللهم اغفر لهم ورحمهم وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا يا أخواتنا الذين سابقون إليك اللهم اغفر لهم وسائل الموت المسلمين اغفر لهم وكلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم أنس وحشاتهم ورحموا قربتهم وتجاوز عن سياءاتهم وتقبع حسناتهم اللهم اجعل خبور ونرودت مردنا اللهم ارحمنا إذا صلنا إلى مصار إليه قنا وياهم عذاب القبر وعذاب النار وعذابها من قيمة اللهم اظلنا وياهم ظلك وما لا ظل إلا ظلك اللهم اجعل مقيلنا وياهم من قيمة إلى جنة اللهم اسكن الجنة بغير حساب ولا سبقت عذاب اللهم اجرنا من نارك وحرمنا على نارك وحرم علينا نارك اللهم ارضى عننا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا اللهم إنا نسألك رضاك وردهانك وفرده وسأل على من جنة ونعوذلك من سخطي والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم وصلى الله وسلم وقارك على سيدة الأولين وآخرين سيدة محمد بن عائلة صحبة جميل السلام عليكم